خير مشاهدين في كل مكان اهلا بكم في لايف جديد على منصتكم منصة الاموال بنوك بقدم لكم لايف ده انا ايال واليلي الحق اصعار السكر على بطاقة التموين غلية وبقت ب18 جنيه ده الكلام اللي انتشر خلال الساعة الاخيرة على سوشال ميديا طبعا ده قلب الدنيا وخلال كل يسأل هو فعلا السكر اصعاره زادت اعلى بطاقة التموين علشان كده وزارة التموين طلعت وحسمت كل الكلام اللي بيتقال ووضحت حقيقة رفع اصعار السكر فيا ترى وزارة التموين قالت اي وحقيقة رفع اصعار السكر على بطاقة التموين واما صير سعر السكر في الاسواق كل ده واكتر حضراتكم هتقدروا تعرفوا معايا في اللايف ده فمن فضلكم تبع معايا اللايف للاخر ارتفاع اصعار السكر الايام اللي فاتت خلت الكل يكلم نفسه خصوصا ان سعر الكيلو قرب يوصل لـ 40 جنيه مش بس كده ده كمان انتشر كلام من كم يوم عن زيادة اصعار السلع التموينية ولمنهم السكر علشان كده وزارة التموين طلعت ووضحت حقيقة الكلام ده لكن يا ترى وزارة التموين قالت اي وزارة التموين كانت اصدرت بيان من ساعات بخصوص قيمة اصعار السلع التموينية الخاصة بشهر اكتوبر والمتدولة عن طريق السوشيال ميديا قالت ان قيمة اصعار السلع الخاصة بشهر اكتوبر المتدولة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي واللي بتشمل سعر الكيلو سكر يعني 18 جنيه وهي مش صحيحة حسب تصريحات رمضان اشحات مدير المكتب الاعلامي بوزارة التموين للمصر اليوم ان ما فيش رفع لأسعار السكر التمويني خلال الفترة الجاية قال ان سعر السكر التمويني هو 12 جنيه و60 ارش وده بالنسبة للكيلو وان المواطن من حق الحصول على كيلو سكر على بطاقة التموين بالسعر ده من غير ما هيدفع فلوس لانه هيتخصم من قيمة دعمه الموجود على بطاقة التموين واللي قيمته 50 جنيه للفرد قال كمان ان وجود ارتفاعات بالأسعار ما بيحصلش الا من خلال خروب بيانات خاصة من وزارة التموين وان ده بيتقدم للمواطنين او ده بيقدم للمواطنين عن طريق دعم على بطاقات التموين بقيمة 37 مليار جنيه سنويا يعني 4 مليار جنيه شهريا لكن كل ده بالنسبة لسكر التموين فيطار الوزارة قالت ايه عن اسعار السكر في الاسواب حسب ابراهيم عشماوي مساعد اول وزير التموين في برنامج الحكاية ان سعر السكر هينخفض خلال الفترة المقبلة وده بحد اقصى خلال شهر تقريبا قال ان سبب زيادة اسعار السكر بيرجح لزيادة الطلب عليه بالتزامن مع مسم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وكثافة استهلاك السكر علشان المصانع تعمل حلوة المولد ده غير ان اسعار السكر ارتفعت عالميا في البوساط ومصر بتستولد من 300 ل400 الف طن من السكر سنويا وده علشان تغطي الاستهلاك المحلي باسم حمود اسم عضو مجلس النواب كان رأيه غير كده طلب من الحكومة التدخل السريع لمواجهة الارتفاعات الجنونية في اسعار السكر محليا لان اسعاره عالميا انخفضت قدم تساؤل في مجلس النواب وقال ايه لاسباب الحائية وراء ارتفاع اسعار السكر بسوق المحلي وده بنسبة 59% خلال سبتمبر والطن بيوصل ل 35 الف جنيه مقارنة ب22 الف جنيه في بداية الشهر ده رغم انخفض اسعار السلع الاستراتيجية عالميا بنسبة 4% واللي كان بينها السكر واللي سهر الطن منه وصل ل711 دولار مقارنة ب740 دولار في نصف الشهر الحالي علشان كده حذر الحكومة من عدم التدخل لمواجهة الزيادات الكبيرة دي والغير مبررة في ارتفاع اسعار السكر وقال ان السعر المحلي للسكر تجاوز سعر الطن عالميا ب7000 جنيه وده بيأكد وجود تلاعب كبير في الاسعار وجه سؤال للحكومة وقال ايه حقيت وجود بعض اصحاب رؤوس المال اللي خارج المجال التجاري بتخزين السلع الاستراتيجية لتحيي مكاسب كبيرة جدا في وقت قصية قال ان السبب هو الرئيس السيسي لا هو قال السبب اعتذر ان قال السبب هو السبب الرئيس لارتفاع اصعال السلع هو تهريب خارج البلاد وده للدول المجورة زي سودان وليبيا واللي بيطلبوا فيه اطنان كتيرة جدا من السلع وبأي سعر والدفع بالدولار حسب تأصريحات صحفية لحزم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة بغرفة الاسكندرية التجارية ان ارتفاع اسعار السكر في الاسواق غير مبررة خصوصا ان انتاج السكر في مصر كبير وما عندناش اي مشكلة في المعروض